اليوم نتحدث عن الكاتبة المقدسية أفنان جولاني ومشاركتها أيضا في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب للعام 2024 وبمشاركتها طبعا أصدرت كتاب رفيق الروح إذن هناك أيضا رواية كانت قد أصدرتها الكاتبة أفنان وهي تحت عنوان كان لي تعكس فيها قوة المرأة الفلسطينية وقدرتها على التأقلم مع كل الظروف الحديث أكثر عن روايات الأستاذ أفنان هي معي في الأستوديو الأستاذ أفنان جولاني كاتبة مقدسية أهلا وسهلا بحضرتك معنا صباح الخير لحضرتك وصباح الخير لجميع المشاهدين وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة يعني أكيد إحنا سعيدين بوجودك معنا ونحب نبلش نعرف منك عن طبيعة مشاركتك بهذا المعرض وتحديدا بهذا الكتاب يعني قصائد الروح يعني يحكي لنا أكثر عن طبيعة مشاركتك وعن الكتاب والقصائد التي تضمنت في هذا الكتاب نعم كتاب رفيق الروح أصدر في شهر أواخر شهر إبريل من العام الحالي في مؤتمر أبو ظبي للموزعين والناشرين العرب عن دار الشامل للنشر والتوزيع وشارك أيضا في معرض الكتاب الدولي في مدينة أبو ظبي وشارك أيضا في معرض الدوحة للكتاب ومعرض المغرب للكتاب كتاب رفيق الروح هو عبارة عن قصائد نثرية هذه القصائد تحاكي المشاعر والعواطف الإنسانية تجاه الوطن تجاه الإنسان وحبه لذاته تجاه المحبوب تجاه يعني من الإسم رفيق الروح هو كل ما يعني تتعلق به أرواحنا كل ما نحب جميل جدا يعني بما أنك تحدثت عن التعلق من إين تبلش تعلقك بالكتابة ومين اللي ألهمك لحتى تكتبي ومين شجعك كمان نعم الملهم الأول أو الملهمان هما موهبتي ووالدي منذ الطفولة حسب رواية الأهل عندما كنت أبلغ من العمر أربعة أعوام تقريبا كنت أؤلف الشخصيات والأحداث من عالم الخيال وأسردهم كقصة يعني فكان والدي متنبئ لي بمستقبل أدبي مشرق وبعد ذلك عندما بلغت من العمر 11 عام يعني وجدت في نفسي الشغف والرغبة في التعبير عن الأفكار والعواطف خاصة عندما كنت أقرأ الروايات التي كنت أقتني وقررت أن أكتب الخواطر فكتبت الخواطر ونشرت في صحيفة القدس كل يوم جمعة كان لي خاطرة في الصفحة الأدبية لمدة خمس أعوام وفي المدرسة كان أيضا أستاذ اللغة العربية الأستاذ زياد مقبل دائما أكون أنا المرشحة الأولى لأي نشاط أدبي يعني سواء حفظ المعلقات أو إلقاء الأشعار أو أي نشاط أدبي وكان دائما يقول لي أنا أتوقع لك مستقبل أدبي مشرق يعني كل هذه الأمور وكل هذه المواقف وتحديدا المرحلة المدرسية سقلت عندك موهبة الكتابة أكثر نعم بالقراءة على الرغم من الانقطاع لفترة طويلة عن الكتابة بسبب تأسيس العائلة إلا أنك عدت من حيث انتهت وبدأت من جديد فحكي لنا عن كيف أنت بتقدر أنك أنت دبري أمورك ما بين بيتك وتربية أولادك وما بين أنك أنت تعطي وقت لموهبتك ولا كتابتك نعم طبعا أنا بعدها انشغلت في تكوين الأسرة ورعاية الأبناء لكن هذا لم يوقف قلمي على العكس تماما كنت أكتب دائما ولكن لم أنشر بدعم من زوجي وبدعم من أولادي وبدعم من عائلتي الغير متوقف قررت أن أنشر بالتأكيد هو شيء صعب أن أعثر على وقت للكتابة أنت تعلمين أن الكتابة تحتاج إلى تصفية في الذهن وقت فراغ طويل تخصصي نعم أخصص نعم يعني يتيح لي الفرصة يوفر لي الأجواء يعني بالطبع وأيضا أنا أستشيرهم عندما أكتب القصائد أو أكتب القصص أو الروايات أسألهم أستشيرهم هل هذا جميل هل هذا مناسب هل أحببتم هذه القصيدة نعم جميل جدا طب خلينا نحكي بما أننا حكينا عن عودتك للكتابة لابد لنا أن نتحدث عن رواية كان لي في هذه الرواية أبرزت دور المرأة وتحديدا للمرأة الفلسطينية والبطلة حتى هي امرأة ما السر وراء اختيارك للمرأة الفلسطينية كبطلة لهذه الرواية ويعني طرحتي مواضيع جدلية عديدة في هذه الرواية نعم روايتي طبعا كان لي كان مهم جدا بالنسبة لي أن أذكر عن المرأة الفلسطينية لو نحملها كمان مرة نورجيها للكاميرا تفضلي كان مهم جدا بالنسبة لي أن أذكر عن المرأة الفلسطينية والعربية القوية المتوازنة التي تستطيع أن تتحدى الصعاب بالرغم من الصراعات التي تواجهها أو التي واجهتها البطلة البطلة هي كأنموذج لهذه المرأة القوية المتوازنة الصعوبات التي واجهتها بالحياة الصراعات التي واجهتها في حياتها من المجتمع من رفض الأهل ولكن بقيت على الإصرار والتحدي وعدم الاستسلام وحققت كل طموحها في النهاية بقوتها وبدكائها وبتوازنها جميل جدا طرحتي أيضا المواضيع الجدلية في رواية كان لي موضوع الطلاق يعني كيف وصفتي المرأة المطلقة وكيف أيضا استطعت أن تبرز بأن لا هائق أمامها حتى وإن واجهت انفصال على الصعيد العائلي إلا أنها تستطيع أن تكمل ما تبقى من حياتها وأن تنجز حتى بعد ذلك فمن وين استوحيتي هالمثال؟ طبعا من المجتمعات العربية لأن هذه الحوادث متواجدة والآن بكثرة لكن لا تقف حياة الإنسان على شيء معين بالعكس الإنسان عليها أن أي أمر يعني يمر به يجب أن يأخذه كنقطة لبداية جديدة للانطلاق تحدي نقطة تحدي نعم فالمرأة المطلقة هي امرأة قوية وجميلة ومبدعة وتستطيع أن تفعل كل شيء في المجتمع لتبرز نفسها فهي امرأة مثل أي امرأة أخرى جميل وأيضا طرحت قضية اللجوء يعني لماذا اخترتي تحديدا على وجه الخصوص بيروت ولبنان نعم مدينة بيروت لا شك أنها من المدن الجميلة جدا والمفعمة بالحياة والأمل وكانت مدينة بيروت من مدن اللجوء للفلسطينيين ويبدو أيضا تأثري بالأدباء اللبنانيين مثل جبران خليل جبران وميخايل نعيمة هو ما جعلني باختيار مدينة بيروت والحدث المهم هنا في الرواية أن البطلة كان مبتغاها الوصول للتعلم بمعهد الفنون التمثيلية وهذا كان متاح يعني بقوة في مدينة بيروت جميل جدا يعني من الأمور التي طرحتها هي كانت أيضا موضوع الأديان يعني العديد من الأمور تمت معالجتها بهذه الرواية لو بشكل مبسط وبشكل سريع لو تذكري لنا كيف كانت نهاية هذه القصة لهذه الإمرأة التي مرت بكل هذه الظروف القاسية وحتى ظرف الفقد يعني الفقد قاسي على الإنسان وإنت طرحت موضوع الفقد أيضا بطريقة معينة من خلال هذه الرواية نعم الفقد هو معاناة لا يمكن تخطيها ولكن يمكن أن الإنسان مثل ما ذكرت بالسابق أن الإنسان يعني يأخذ الشيء اللي بيحصل إليه يعني مثل الفقد أي معاناة يمر به الإنسان يستطيع أن يحول منها نقطة بداية في حياته أنا ذكرت موضوع معاناة الفقد وذكرت أيضا معاناة من المرض وإمكانية الشفاء منه النهاية الرواية لم تكن بالنهاية الوردية هي صحيح تزوجت بمن تحب كالكثير من نهايات العلاقات في هذه الحياة نعم يعني النهاية لم تكن نهاية وردية بالرغم من أنها تزوجت بمن تحب ولكن كان لديه طفلة من زواج سابق ونشبت المشاكل بين الطفلة وبين زوجته فاختار طفلته لو أنا يعني طرحت مثلا نهاية أخرى كان هذا الشيء يعني معاكسة الإنسانية يعني أنت حاولت أنك تطرح الواقع من خلال روايتك بالنهاية لقاءنا حابة أسمع منك ليش اخترت أنك تكتب بأسلوب السهلة الممتنع وهل عندك رؤية معينة نحو تشجيع الشباب على القراءة؟ نعم حقيقة لا أرى أنه يوجد مستقبل وردي للكتاب للأسف في وقتنا هذا بتشوف إنه في تراجع؟ نعم يقول المتنبي خير جليس في الزمان كتابه ولكن الآن خير جليس في الزمان جواله ما أجمل أن يكون الجوال والعالم كله بين يدينا في هذا الجوال ولكن هل نتعامل مع هذا الجوال بطريقة نستفيد منه ونفيد غيرنا؟ هل ننشر الثقافة؟ هذا يبقى السؤال يعني الذي ننتظر الجوابه في المستقبل فأنا اخترت أن أكتب بالطريقة السهلة الممتنعة كي أشجع الفئة للقراء المبتدئين بقراءة بسيطة دون اللجوء إلى المعجم وتحليل المفردات والتراكيب والانسجام أيضا بالقراءة يعني على أمل أن يكون لدينا جيل مثقف نعم نشجعه هذا أقل شيء ممكن نعمل لهذا الجيل طيب وين بتشوفي حالك بالكتابة مستقبلا؟ يعني أتمنى أتمنى صدقا أن أكون كاتبة كبيرة على مستوى العالم العربي ودائما أن أستطيع أن أصل للناس رسالتي بطرح القضايا الاجتماعية طرح الحلول لها ممساعدة الناس في كتاباتي يعني نتمنى أن نراكي في هذا المكان بطبيعة الحال كامرأة مقدسية وكامرأة فلسطينية ولكن كامرأة مقدسية هل تشعر أنه في أي تقييد؟ هل تشعر أنه لا يوجد دعم للكاتبة المقدسية؟ هل تشعر أنه من الممكن يكون فيه دعم أكبر للكاتبة المقدسية حتى تصل لطموحها وتنشر رواياتها بشكل أكبر؟ نعم هناك قيود عديدة وكثيرة وفعلا الكتاب المقدسيين يحتاجون للدعم أكثر بالتأكيد يعني بطبيعة الحال نحن من خلال رواياتنا نعكس ثقافتنا ونعكس هويتنا الفلسطينية وننشرها للعالم ونؤكد عليها أينما ذهبنا وأينما حللنا وكما قلت لك نتمنى لك دوام النجاح والتوفيق شكرا لكم أفنان جولاني من القدس وشكرا لوجودك معنا شكرا لكم